هنروح ليه على لعاب القوة يمكن لعاب القوة خبر يعني كان يمكن ابطالة لعاب القوة كان معنا الحلقة اللي فاتت نتائج مميزة للنجوم الاهلي في البطولة العربية للشباب لعاب القوة اللي اتعاملت في تونس لعبة النادي الاهلي لعاب القوة تحت 20 سنة حققه ونتائج هيلة في البطولة العربية رقم 19 للشباب والتي تلعبت في تونس نهاية الشهر اللي فات المنتخب ده كان احتلت صدرتي الترتيب العام المسابقة برسيدة 32 مدالية 13 دهب 12 فضة 7 برونز والنادي الاهلي لوحده حقق بلعبته 18 مدالية من اصل 32 مدالية واخدين بالكم يا جماعة يعني اكتر من نصف المداليات حققها النادي الاهلي منهم 9 دهب و6 فضة و3 برونز وزي ما قلت حضراتكم الحلقة اللي فاتت جبنا حضراتكم اتنين لعيبة الحقيقة من احسن من احسن النتائج اللي حصلت قدناهم لحضراتكم الحلقة اللي فاتت تعالوا نشوف التقرير ده صورناه مع اللعيبة وصورناه مع اللعيبة اللي عملوا الانجاز ده نطلع للتقرير ده وبعد كده فاصل وهرجع لحضراتكم عشان نكمل اخبارنا بس بعد الفاصل ولاد النادي الاهلي بني ولاد شرف مصر كلها والنادي الاهلي على الأخص بحصولهم على المداليات الدهبية والفضية وبرونزية وكان لهم ندور كبير ان بطولة تيجي لمصر يعني احنا اكد اكون نقول احنا مثلا 24 مدالية منهم 19 مدالية من ولادنا لعيبة والععبات النادي الاهلي غير الفضة وبرونز ودي طبعا حاجة اولا مش جديدة على النادي الاهلي في دعمه لجميع منتخبات مصرية والجديد اللي عايز اعمل سبوت عليه ان ولادنا حاليا بنية وبنات فعلا فعلا فخ رياضة مصرية وعملين مستويات تشرف حتى على مستوى العالم مش بطولة عربية يعني اكد يكون النادي الاهلي لو في اي بطولة منافسة قدرة او سمح لنادي الاهلي اللي شرك بلايبته هيحصل لها حتى بين المنتخبات العربية فالحمد لله أولادنا وابناتنا جابين عدد لا بأسيبين مدالية الدهب والفضة وبرونز كلهم تفوقوا على انفسهم وحققين ارقام وفي بعض منهم وصل لتصنيف عالمي يعني في حوالي ثلاث لعبين منهم تم ترشيحهم لبطولة العالم اللي هي الناشئين في كولومبيا ثلاثة او اربعة مرشحين لمنافسة على مركز الثلاثة الاوائل حتى على مستوى لبطولة العالم فهذه طبعا الحمد لله بدعم المجلس دارة النادي ومجهودات الجهاز الفني والإداري والطبي والنشاط الرياضي الحمد لله وصلنا لهذا المستوى وان شاء الله ما فيش راجعينه فيه تقدم منه أحسن ان شاء الله واللغاية أفضل بإذن الله تعالي ان شاء الله الحمد لله ربنا كرمني لعبت الوصب الطويل أول يوم محققتاش قوي بس تعودت على الملعب وتعودت على أجواء بتاعت الوطولة بتاعت المنفسة هناك بعد كي جاي بعديها في اليوم الرابع للبطولة نزلت الموطش بتاع الوصب السلاسي الحمد لله ربنا كرمني خدت أول من أول محاولة بعد كي تطورت رقمي في المحاولة الثانية برحم 1536 والحمد لله خدت الزهبية بتاعت البطولة من المحاولة دي وفيها ترتيب عالمي برقم 16 على العلم هو الأول على أفريقيا والحمد لله ربنا يصرنا في اللغاية ان شاء الله طبعا ما ننسى جذل دكتور نرهان دكتور معد نفسي بتاعتنا كانت وافعة معنا بشكل كبير الصراحة وحلت معنا أغلب المشاكل اللي ما كناش عارفين هلها من البطولات السابقة فسواء كانت في مصر أو أنا ما جربتش غير في مصر وكان لها دور كبير جداً في الموضوع ده وفق فتاجاً بنا طبعا ما ننسى شو فضل كابتن هيصان نورو دين مدربنا بالأساسين اللي كانت بس كجزء اللي علاقة بالتكنيك والحاجات دي كلها بصراحة عمل معنا دور كبير وطور مننا جداً في الفترة اللي فاتت وهتما بأدق التفاصيل في الموضوع للتكنيك وطبعا كابتن أكرم زهرون وأنا بالنسبة لي كان فيه كابتن تاني اسمه كابتن شريف عبد المنعم الاثنين كانوا هتاموا معي بالأداد البدني جداً والاثنين بصراحة وافوا جنبي كان عندي مشاكل كتير مشاكل علاجية كتير صوت كابت جيلي بسبب مشكلة في القوان بتاع الجسمة الاثنين بصراحة صلى حوالي بجوزء كبير واشتخلوا معي الشغل كويس جداً الحمد لله كسبنا البطولة العربية بفرق كبير جداً تقريباً نص البعثة بتاعتنا كانت النادي الأهلي الحمد لله عملنا 32 مديليا دهب منهم أنا واحدة دهب في الواسب الطويل أنا مصنف خامس عالم ومتأهل بطولة العالم في كولومبيا الشهر تمانياً إن شاء الله عندي 7 متر 75 المنافسة كانت قوية جداً بصراحة عكس أكيد عكس أي بطولة محلية موجودة بس بشخصيتنا الحمد لله لقدرنا نفرد سيطرتنا من أول المطش الحاد آخر البطولة خالص من الأول خالص كان في بعض الناس ساعدتنا كتير جداً زي المعد النفسي دكتور نورهان أيمن والمعد البدني كابتن أكرم زهران والكابتن بتاعي كابتن هيسة منور الدين بصراحة من بدري جداً من أكتر من ثلاث شهور وإحنا بنستعدلها بالتمرين المكسفة ومتابعة كويسة جداً للبيت وعمال إراعينا بقى في الدراسة وإن إحنا تلت سنوية لازم نركز هنا ونركز هنا برضو الحمد لله يعني عرفنا نكون على قدر المستطاع إن إحنا نرفع على الإسم النادي الأهلي ومنتخب مصر